بسم الله الرحمن الرحيم والسلامة والرسول الله زيكم عاملين ايه كل سلام انتو طيبين اللا عيد خلص رمضان خلص ولا عيد خلص وبصوا بقى بعد العيد بقى عملنا كريب حاجة وطبعا انت بعد رمضان والصيام عايزة بيتزا عايزة كريب عايزة حاجات حلوة كده من اكل بتاع بره فاحنا قررنا نعمله في البيت معانا الدقيق هنعمل احلى رؤاء هنعمل بيه كريب والجبنة المتزرلة ومعنا الفراخ وكل حاجة عندنا الحمد لله فهنعمل ونعمل الكريب معنا شايفين ياولاد الجبنة المتزرلة والكريباية طريقة ازاي لو جايبها من بره مش اقل من 60 جنيه 70 جنيه كريباية زي ما انتو شايفين كده يا جمالو يا جمالو يا جمالو اهو صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتعالوا نشوف هنعمل الكريب ازاي بصوا بقى انا مش هقول لكم هنعمل الرؤاء من اول والاخر لا انا عجب لكم كده مشاهد خفيفة وفيديو خفيف عشان ما يبقاش طويل عليكم علشان خطر انا مش شايفة اقبال على الفيديوهات فانا لما شوف اقبال يا جمالو يا جمالو انا اقول لكم على كل حاجة انا معايا الرؤاء وعجنتو في العجان زي ما انتو شايفين وبالسريع كده طبعا بقى على الطابلية على المطرحة على الرخامة وانت وقفة كده ومخلصة نفسك وهنسوي على البوتجاز زي ما هعمل بنفرد كده بالسريع وشغال والحمد لله الدنيا زي الفل لو عاوزة تعرف المقادير بص عليها هسيبلك المقادير في صندوق الوصف هتسوي على البوتجاز وانت وقفة كده هتحط الصينية زي ما انا حطاها وهتدهنيها بالزيت وهتحط الرؤاء علشان تستوي شايفين كده الحلويات والطعامة اللي كانت في الرؤاء يا جماعة الرؤاء ده بالقشطة يعني هنعجنه بالقشطة فبيخلي طعمه حاجة خرافة شايفين الرؤاء يا ولاد واقبة ازاي وحلوة ازاي ليه معجونة حلوة جدا جدا وكمان سيبنها مرتاحة ايمة عشر دقايق عبال بقى ما فردناها وكده وحطنا بقى على الصينية زي ما انتو شايفين كده هنخلص الكمية كلها وهنعمل بعد ما هنخلص الرؤاء هنعمل الفراخ هنقطعها زي ما انتو شايفين فراخ وفلفل الوان ومعايا بصل ومعانا التوابل ومعلاقة السمنة او لو بتحب تطبخي بالزيت هتعميه بالزيت هنقطع الفراخ طولي زي ما انتو شايفين والفلفل برضو طولي والبصل طولي بقى مكعبات صغيرة اللي انت عاوزاه عاوزة تحطي بصل بدرة وتريحة دماغك برضو ما فيش اي مشكلة كله ماشي كله ماشي على قد امكانياتك كله ماشي معانا فلفل اسود وملح بس مش هنحط اكتر من كده في التوابل ومعلاقة السمنة وهنسوي احنا ليه بنحط كل ده على النار عفوا مع بعضه كده علشان خاطر انا هسوي في الصينية السلستين والصينية السلستين طبعا انتو عارفين ان هي بتدي لون على طول على النار فانا هحط كله على بعضه قبل ما حطاه على البتجاز وعلى نار متوسطة ولا عالية اوي ولا هادي اوي وهتغطي الفراغ بتاعتك علشان نعمل احلى سندوتشات كرب بالفراغ زي ما انتو شايفين كده دوسوا لايك على الفيديو اللي مشتركش معايا يشترك في القناة واللي منورني برضو على مطبخ رواب الجدامي على الفيس برضو يتابعوني على صفحتي مطبخ رواب الجدامي بصوا بقى انتو لو عاوزين تعملوا كرب هنجيب الرؤاق ومش هنسويها اوي ومش هنديها اللون على البتجاز زي ما انتو شايفة كده مش هتاخد لون خالص يا دوبك هتستمي بس العجينة هتمسك بعضيها معاك مستردة معاك مايونيز هندهن الرؤاق بتاعتك طبعا ده رؤاق بس يمشي معانا كرب الولاد بقى قالوا عاوزين كرب وكده وانا كنت بعمل رؤاق فقلت لهم والله اللي عمل لكم كرب مش هيقول لا بعد ما سويناها كده هنحطها وطبعا هتجيب الجبنة المونزرلة هتحط بقى زي ما انت عاوزك جبنة المونزرلة طبعا دومتي ما فيش احسن من دومتي انا لما بستعمل حاجة تانية غير الدومتي مش بتبقى حلوة اهو كده زي ما انتو شايفين كده كدطري بقى في الجبنة المونزرلة زي ما انت عاوزة انت بتعملي في بيتك طبعا دلعي نفسك دلعي الولاد اهو احنا الصراحة نطلعنا اول يوم العيد علشان الولاد كانوا عاوزين ياكلوا بيتزا برا الصراحة ولا كنا ولا شربنا وكانت استغفر الله العظيم انصحكم يا جماعة محدش ياكل في الاعياد برا خالص والله العظيم اهو هنقفل الكريب باية كده ولما هنسويها على الطاصج اللي بتاعة الكريب هنحطها على الناحية اللي احنا قفلين بيها دي عشان خاطر اول ما هنحطها تقفل معانا هندهن بقى الطاصة زيت اهو كده وهنسوي بقى الكريب بتاعنا ونأسف لمنظر البتاجاز عشان انا كنت عاملة عليه الرؤاء طبعا انت بتحط الرؤاء على الصينية بتعفر بتعمل دقيق كده بتاع فالبتاجاز استراحة كان متبهد وانا عاملة زيتا عن اتنين كيلو رؤاء فالواحد وقف كتير يا هتقولوا طب بتعمل ليه على البتاجاز اللي انا باب هقول لكم عشان الدنيا حر والفرن فوق على السطح مش عارف اعمل في الفرن اي حاجة بسبب الحر اللي احنا فيه اهو هنحط بقى هنرس بقى الكريب كده على الصينية بتاعت الكريب وهتديله الوش او اللون من هنا ومن هنا واول ما هنشيل الكريباية بتاعتنا منع النار هنحطها في ورق الفيل على طول ليه بقى عشان تحتفظ ان هي تبقى طرية معانا لكن هتسيبيها كده برا هتنشف معاك خد بالك من الحتة دي اول ما هتشيل الكريباية منع البتاجاز هتيجي حطها في الورق السلوفان على طول اهو زي ما انتو شايفين كده شوف خدت اللون وقلبناها هتاخد اللون بقى من ناحية التانية بص انا بشوفه هوت لقيتها كده مش لايه بس الجبنة المزرلة بقى وحاجة كده والدنيا صايحة ياولاد هنقلبها تاني كده علشان لسه فضلها شوي وبعدين اول ما هنشيلها من على النار زي ما قلتلكم حل فهب ورق الفويل او السلوفان الالمونيا يعني اهو لف بقى على طول علشان تحتفظ بالسخونة بتاعتها تبقى طرية وحلوة معاك اهو كده هنخلص بقى الكمية كلها احنا عملنا اش عارف اولاد صوتي تعيبني او اعملنا قيمة ست كربات ايو ست كربات كده كل واحد خدلك رباية اهو كده شايفين بقى الجمال والحلوة بصوا بقى هي باين انها طرية شايفين الجمال شايفين الجمال شايفين الحلويات بس سخنة 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 بصوا بقى الجبنة المزرلة بقى صلاة النبي كده وحنشد بقى اوعي عم كده خلينا نبين الايه الحاجة الواو دي والجمال الجمال الجمال شايفين الكلام عدى الكلام عدى يا جدعاء بصوا شايفين 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 الجبنة المزرلة عالي معايا يا شوشو بتليفه اهو ولا سحر ولا شعوزة شايفين يا ولاء كانت طعمها خرافة يارب الفيديو اعجبكم يارب تدوسوا لايك علي يارب تعملولوا المشاركة علشان اكتر عدد من الناس يشوفوا واللي مش متابعني يتابعني على صفحتي على مطبخ رباب الجدامي على الفيس وعلى قناتي على اليوتيوب مطبخ رباب الجدامي انا بفرح جدا جدا يا جماعة لما حد يقول انت ليه مش بتنزلي فيديوهات نزلي فيديوهات فعلشان كده انا حبيت ان انا نزل الفيديو ده حاجة خفيفة وحلوة واللي عاوز اي حاجة المقادير حاسبها لكم في صندوق الوصف كوم 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 وراء الفيو الالامونية كده اهوت عشان يبقى حلو كده احنا بنقله كده في المطعم شايفين الجمال والحلاوة دوسوا لايك على الفيديو دوسوا لايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته